السلام عليكم اهلا بكم انا محمد علي واهلا بكم مع فيديو جديد ده هيكون ان شاء الله الحلقة الخامسة من شرح فيجا بكون سعيد جدا لما لقي حد مهتم بشرحاتي وبديني تعليه وحاس ان انا وصلت المعلومة ولولو لشخص واحد بكون سعيد جدا وبتكون حاجة مفرحة جدا وخصوصا ان انا مازلت في بداياتي مهم جدا انت اي حاجة ما فهمتها تشكتبها ليه في الكومنتات وهحاول ان انا وضحها لك في الحلقة اللي بعدها تمام لان تقريبا فاضل حلقتين او ثلاثة وهنخلص فيجا وبعد كده هنتقل لبرنامج تاني فلما ننتهي منه هيكون صعب ان انا اعمل حلقة فيه تاني او ان احنا نرجع له تاني تمام في حالة بتاعت النهاردة هناخد التأثيرات انك تعمل تأثيرات سواء كان على الفيديو سواء كان عن الصورة اي تأثيرات هناخدتها كلها في حالة النهاردة والحالة هتكون سريعة مش هتطول لان الموضوع اغلبه قائم على الممارسة كل انت ما حبيت اللي انت بتعمله ومارسته وعملت الطريقة صحيحة هيزبط معاك ويديك متعة وزيما زي ما عاودتكم اي حاجة ما تعجبكش تعمل على طول اي كنترول زد وترجع الورا بدون اي مشاكل دلوقتي نبدأ الشرح وينجيب صورة كمان بعيدا عن الفيديو نشيل الفيديو نعطي ام لاين دلوقتي وبعد كده نبدأ الاول بصورة وبعد كده نلب على الفيديو هنروح لكسبلور وينروح لخلفيات مثلا بص انسب حاجة تروح على جهاز الكمبيوتر الخاص بيك على طول كده مباشرة وتدور على الصورة اللي انت عايزها وتعرضها بشكل اكبر شويتين الاي كونت بتاحتك تغير نظام العرض شوية تخليه مثلا فيو وكسترالارجو اي كونز بحيس انك تشوف الصورة اللي انت عايزها والصورة اللي انت حابب تعمل عليها تعديل وليكن هناخد الصورة دي هتسحبها على الفيجا وتحطها على الطايم لاين على طول ويتحرك كده كده هتكبرها على الطايم لاين وتجيب المؤشر عليها ويتشغل الفيديو طبعا الفيديو مفيش اي حاجة هتروح بقى من هنا كده على التأثيرات زي ما احنا شايفين التأثير ده شو غني نغمشة كده او حاجة زي كده ما عجبكش هتعمل كنترول زد اي تأثير انا عايزة تخط مبص مجرد ما بتدوس من هنا كده على فيديو ده الخيار ده بتلاقي دايما جنب الخيارات التحت د دي تمام خد التأثيرات واحدة واحدة اي حاجة عقبك اقف عليها كده هيديك الضفولة بتاعها او هيديك الشكل بتاعها هيديك بريفيو ماليها بمعنى لك بحيش تشوف هي بتعمل ايه وبتكلم عن ايه وتكون فاهم شكلها وتجربها بالشكل ده على الفيديو بتاعك وتشغل الفيديو مع جبيك شكش تشوف واحدة تانية على هذا المنوال جرب كل التأثيرات انا عايزك تقعد ساعتين تلاتة تجرب وتختار الحاجة اللي انت عايزة والحاجة اللي ترتاح فيها وتصبط مع دماغك وتحس ان انت متأ تقلم عليها وتشوفها وتجربها وتتعلم عليها تمام طيب دلوقتي انت عملت مسلا انا عملت مسلا التأثير ده وضفته وبعدين التأثير ده وضفته وعملت شوية تأثيرات كتير والصرة بزت مني كده وعايز ارجع وعايز اشيل تأثيرات وصيب تأثيرات ومش عايز افضل اعمل كنترولز ادي عايز اكون فاهم التأثير بتشل منين او حدد التأثير بتروح منين حط اي تأثير تاني هتلاقي فوق التأثيرات هنا ظهرها لك في علامات الصح دي اي تأثير هتشيل علامات صح استنى سانية هنرجع عشان المؤشر على التايم لائن هنا كده عشان يكون باين معنا اي تأثير هتشيل عنه علامة الصح بالشكل ده هيختفي التأثير ويختفي اداءه على الفيديو الخاص بك يعني كده الفيديو يجعل الوضع الطبيعي يبقى انت كده عرفت تحط تأثير ازاي وتشيل التأثير ازاي طيب عملنا مع صورة وزي ما اشرحت قبل كده انك ممكن تشيل دلسام ده كده يعمل لك في دقاوة الصورة والصورة تطلع بشكل كويس وشكل جميل والانتقال يعني تحس ان الصورة ما تطلع بشكل كويس كده في الخروج بتاعتها تمام حاجة يعني بتطلع بباحتي تان كده زي ما واضحة معك نخش بقى على الفيديو هتروح هنا بقى البروجيكتا ويتسحب الفيديو بتاعك وتنزله على الطايم لاين نزلنا الفيديو على الطايم لاين وجبني المؤشر عليه والفيديو شغال هنجرب شوية تأثيرات كده على الفيديو هنسحبه كده في النص هنا عشان يكون واضح كده وهتروح على الفيديو اف اكس وتدور على التأثيرات وتشوف التأثير اللي انت عايزه التأثير ده حطناه وشغلنا الفيديو كده. ابتدي بقى زوت في النقاط دي كلها. طيب الفيديو ده مش هي في التأثير. انا نشوف تأثير غير ونشوف غير ونشوف غير وليكن ده مسلا هيفتح الفيديو شوية بالشكل ده تمام? وكده تتحكم في حدة الفيديو. كده ما فيش خالص. كده الحدة على اخيراي. عندي اقصى حاجة التأثير ده ممكن يعمله. عادة تجرب التأثيرات ده كلها واحدة واحدة لان انا مش هاعد مثلا. اقعد فيديو بالكامل اجرب تأثيرات لان ده يكون فيدي بدون فائدة. تأثيرات عندك كلها ظهرت في الجنب هيت. ويشتغل عليها واحدة واحدة. بس التأثير اللي انا هشرحه دلوقتي هوضحه لان ده تأثير مهم جدا وبتستفد به. وانا خصوصا بستفد به. وهو تأثير ازالة الكوروما. الكوروما ده تأثير من ضمن التأثيرات الكتير جدا اللي انت بتقوم بها. ازالة الكوروما. هتدور في التأثيرات دي كلها على الكوروما كاي. هتدور في التأثيرات اللي في الجنب دي كلها على حاجة اسميها الكرومة كاي. تمام? هنا هو ظهر كرومة كايير. طيب ما رأيتوش ودخط ومش عالفت وصله ازاي. هتحط حرف الكاي بس كده وبعدين حرف الاي. هتعمل سيرش هزهر لك كرومة كايير. هتسحبه وتحطه على الفيديو بتاعك. ظهر معاك الكرومة كايير بس هنا بيقولك ان الكرومة عايز لها ازرق. هتعمل ايه? مش هولك بقى لا احدد اخضر وحدد نفسه لا. هتاخد القلم هنا ده. شايف الفرشة دي كده والقلم ده? شايف واضح معاك خلص اهو? هتروح على الفيديو وتدوس كده. مجرد ما دست كده المفروض ان الكرومة اتشالت. بس هي اتشالت وشالت معاها شوكتين من ملابحية. هتبتدي بقى انك تحكم في المؤشرات دي بحيس انك تزبط الفيديو على قد ما تقدر ويترج الوضع الطبيعي. انتشاف السنة دي هي اللي فقاش شوك. كل ما زبطت السنة دي تزبط معاك الفيديو. تمام? زي ما احنا شايفين كده تحرك ده كمان شوية بحيس تزبط حيس الصورة تزبط معاك وتكون معاك بشكل اوضع. زبطت معاك الصورة بالشكل ده ممكن تسحب الخلفية. نجيب بقى خلفية نحاول احنا نحطها على الفيديو ونشوفها تكون زبطة ازاي ووضعها عامل ازاي. هنروح لكسبلور وهنسحب اي خلفية نحطها فوق الفيديو بالشكل ده. مجرد ما حطيت الخلفية فوق الفيديو كده. الكرومة تزالت والخلفية تغيرت وظهرت معاك بشكل جميل. وطبعا الكرومة دي بتعوز تعلم الفن. ازاي? يعني عايزة تاخدها واحدة واحدة كده ومع نفسك هتلاقيها زبطت معاك. يعني ما تعتمدش ان انا اشرح لك حاجة وتحط طبقها وتحط المقاشر زي ما انا حطوا بالزبط. لا. جرب فيها كتير جدا لحد ما تزبط معاك. تمام? الكرومة بالزات جرب فيها لحد مصطورة تنزبط معاك كده وتبديك ا ده حلو. نقطة كمان جيد مهمة جدا حبيب ان انا وضحها في موضوع الكرومة. دايما مع الكرومة ومع المساحات الصغيرة للكرومة بتلاقي مسلا في الجنب حتة كده عايز تلغيها في الجنب ده شوية عايز تلغيهم. يعني بمعنى دك لو انت الكرومة عندك مش مزبوطة او بتشرح بطريقة مش مزبوطة وعايز الكرومة يعني بمعنى دك منش محتاج الشاشة كلها. ممكن تعمل بقى كروبر الصورة ودي كمان ممكن تستخدمها في حاجة تانية. لو انت مسلا بتصور موبايل على الشاش الكمبيوتر ودائما شاشة الموبايل ما بتخشش فضع الفول سكرين لا. بيظهر جنب منها نقاط سودة. تمام? يعني شاشة الموبايل تلاقى واخد نصر الشاشة وجنبها نقاط سودة. لو حاولت لو حاولت انت تشيل الكرومة بالحال بيعني تشيل الجنبها ده بيازالة الكرومة هتشيل اضاع منه كتير من ملامح الحاجات التشارع على الموبايل. بتشيلها ازاي? بتشيلها بأداة الكروب. زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. وليكن مسلا عندي هنا مشكلة في الجنب ده. طبعا ما فيش مشكلة ولا الحاجة بس هنعتقد ان في مشكلة. تمام? احنا مع بعض كده هنقول ان في مشكلة. تمام. الفيديو ظهر معك بالشكل ده هنعتقد مسلا ان في حتة في الجنب ده مش كويسة انت عايز تلغيها وتحتفظ الشكل بشكله طبيعي. زي ما قلت برضو تستعملها مع تفنة. هتروح لهنا لادات الكروب. هتروح للكروب بتزر معك بالشكل ده كل اللي هتعمله انك هتصغر شويتين. تشايف انا بعمل ايه? انا بلم المشهد شوية. طبعا الاسود ده لما تزيل الكروما هيكون معامل مساعد معك. هتلم المشهد زي ما انت عايز وبالشكل اللي انت عايزه. يعني لو عملت كده لأ انت كده بتعمل زوم. هتضبط المشهد بالشكل ده وبالطريقة دي وتزيل حاجات من الاجناب زي ما انت شايف كده زي ما احنا شايفين كده مع بعض. فانت كده عملت كروب للصورة والحاجات اللي في الاجناب دي راحت بحيس ساعدك في زالة الكروما وتظهر معك. وزي ما قلت دلوقتي وهقول كتير وكتير وكتير ما فيش حاجة بتيجي من غير ممارسة. مارس على طول وشتغل وخلق ايديك تاخد على الشغل. واحدة واحدة هتلاقي اللي عمالة زبطت معاك وبتعمل. جرب كل الخيارات. وجرب كل اللي موجودة. تمام? اي موجود جربه. يعني ولا يكون هنا مكتوب في تيفي. انا عايزه. هنا مسلا. لو خدت وضفته هنا كده بقى هتددى انك تعدل في الوان الفيديو. تمام? زي ما احنا شايفين كده كل ما بتحرك الفيديو بتاعك بتحرك ويروق في اتجاه مختلف خالص. واحدة واحدة مع نفسك هتلاقي الفيديو زبط معاك. ويتطلب تضبطه بالشك اللي انت عايزه. وكده ان شاء الله وحنا وصلنا نهاية الفيديو. عشان الفيديو ما تطولش على الفاضي. ويناس متحسش بالملل. وياريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وسبسكرايب وتشاري الفيديو. وتكتبلي في الكومنتات وتشجعني لان انا بقرأ كومنتاتكم جميعها. وبيكون ساعة جدا لما لاقي. ولو شخص واحد بيشجعني. علشان ان انا اكمل ونزل الفيديوهات اكتر. شكرا لكم جميعا. كان معاكم محمد عليوة.